أسكته القمع وأنطقه الجوع شعب إيران لم يعد قادرا على تحمل فواتير الحروب التي تشعلها حكومة بلاده في المنطقة الاحتجاجات التي عدت الأكثر خطورة على النظام الإيراني لعفويتها وعدم ظهور قيادة واضحة لها حتى الآن لا تعرف الأجهزة القمعية طريقة لإسكاتها لا سيما أنها لا تعترف بالخطوط الحمراء للمؤسسة الجاثمة باسم الدين على صدور الإيرانيين منذ عقود هتافات المشاركين في الحراك الاحتجاجي الذي اجتاح مدن إيران الكبرى ضد النظام الإيراني وضعت النقاط على الحروف فتدخل إيران في سوريا عده المتظاهرون جزءا من تدهور اقتصاد البلاد حيث وصل عدد القوات المدعومة إيرانيا في سوريا إلى نحو سبعين ألفا خمسة عشر ألفا منهم من صفوف الحرس الثوري أو الجيش الإيراني والباقين هم من الميليشيات والمتطوعين الذين تنفق إيران على تجنيدهم أما عدد قتل الحرس الثوري والميليشيات العراقية والأفغانية فقد وصل إلى ثلاثة آلاف مع بداية العام الماضي سقط جلهم في حلب فيما تقدر فاتورة الإنفاق الإيراني في سوريا بستة مليارات دولار بحسب إحصاءات للأمم المتحدة وعلى ما يبدو فإن حكومة إيران التي أعجزت دول المنطقة بأذرعها أسقطتها سياساتها أخيرا فلم يحث أي حزب سياسي الإيرانيين على النزول للشوارع كما أن زعماء المعارضة الذين ألهبوا مشاعر الإيرانيين في مظاهرات 2009 ما زالوا رهن الإقامة الجبرية ومع ذلك فإن معظم الشعارات التي رفعت تشير إلى استياء في أوساط طبقات اجتماعية مختلفة من سياسات الحكومة موسيقى